يبدو أن الشعار الذي رفعه رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي بشأن إجراء انتخابات المبكرة خلال عام سيبقى حبرا على ورق بسبب غياب الجدية بإجرائها من طرف الحكومة نفسها والعراقيل التي تضعها القوى السياسية لقطع الطريق أمام إجرائها ويقول خبراء قانونيون إن الانتخابات المبكرة لن تتحقق إلا بحال البرلمان لافتنا إلى أن ذلك ليس ممكن إلا بطلب من ثلث الأعضاء وموافقة الغالبية المطلقة للنواب أو بطلب من رئيس الحكومة وموافقة رئيس الجمهورية ويؤكد مراقبون أنه لا يوجد سند دستوري يتحدث عن حكومة مؤقتة وانتخابات مبكرة فوفق المادة السادسة والسبعين من الدستور يستطيع الكاظمي إكمال عمر حكومته للنهاية لا سيما أن الرجل لا يبدو مهتما بإجراء انتخابات مبكرة على الرغم من تعهداته بهذا الأمر ويسعى إلى إتمام فترة رئاسته بالكامل وتظهر العديد من القوى السياسية الشيعية منها تحديدا عدم رغبتها في إجراء انتخابات مبكرة خشية فقدان المناصب والامتيازات التي حصلت عليها في الانتخابات السابقة وتسعى هذه القوى إلى إعادة ترميم وضعها السياسي داخل الطبقات الاجتماعية الداعمة لها بعد أن ظهر الغضب الشعبي جليا في مقاطعة الانتخابات السابقة ثم في تظاهرات ثورة تشرين بينما يؤكد ناشطون أنه حتى لو شرع بإجراء الانتخابات فإنها ستكون خاضعة لرؤية القوى السياسية من حيث قانونها وشكلها وتنظيمها في غضون ذلك تعتزب الكتل السياسي استئناف مشاوراتها مع الكاظمي لاستكمال الحكومة التي ما زالت سبع وزارات فيها شاغرة من ضمنها وزارات سيادية يحتدم الصراع حولها كوزارتين نفط والخارجية وبحسب مصادر برلمانية وحكومية فإن الكاظمي قد يضطر لإكمال حكومته على دفعات مشيرة إلى إمكانية تمرير وزارتين أو ثلاث في البرلمان في حال التوصل إلى اتفاق بشأنها ما يعني أن حكومة الكاظمي ستقضي فترة ولايتها في محاولة إرضاء الأطراف السياسية التي تواطأت على تشكيلها دون أن تتمكن من إنجاز أي من التعهدات التي قدمتها في برنامجها الحكومي